إذن لماذا لم يتم حتى الآن وبعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق عدوان الإبادة على قطاع غزة التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار؟ الإجابة كما يبدو جاءت اليوم من قبل جنرال احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عاموس يادلين وذلك في مقابلة حصرية لريديو بي بي سي فورب الإنجليزية اليوم 26 أكتوبر 2023 إذ قال أنه لكي يوافق الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية لوقف إطلاق النار على حركة حماس تلبية شرطين أساسيين الشرط الأول هو أن تطلق سراحة جميع الرهائن بدون قيد أو شرط أما الشرط الثاني الذي وضعه يادلين فكان التالي أنه على القائد يحيى السنوار والقيادة الحمسوية مغادرة قطاع غزة تماما كما غادر ياسر عرفات بيروت عام 1982 إلى تونس إذن ممكن أن نستخلص من ذلك أنه لا يهم الاحتلال إذا ما كانت المنظمة أو الفصيل علماني قومي أو حمساوي إسلاماوي ولكن ما يهم الاحتلال الإسرائيلي أن لا يكون على الإطلاق هناك أي فصيل فلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ويسعى إلى تحرير فلسطين ترجمة نانسي قنقر